يشكل موضوع الدرجات الخاصة وتعين المدراء العامين واحدا من أعقد الملفات التي يعد السيطرة عليها حيازة النفوذ على المؤسسات الحكومية وعلى جميع الأصعادة السياسية والاقتصادية ولهذا اشتهر مصطلح الدولة العميقة الذي يشير إلى التغول جهات بعينها داخل الجسم الإداري والسياسي للنظام وبعد حملة إقالات استمرت سبعة أشهر استهدفت نحو ستين مسؤولا بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة أقر مجلس الوزراء برئاسة السوداني مطلع العام الحالي تثبيت تسعة وتسعين مديرا عاما جديدا اتضح أن مديرا واحدا فقط من بين هؤلاء كان مستقلا وكل من تم تعيينهم أو تثبيتهم جاءوا عبر التحاصص بين السودان والكتل السياسية المسيطرة على الحكومة والتي تنضوي تحت ما يسمى بإتلاف إدارة الدولة كما تبين أن ثلثين هذه المناصب ذهبت لصالح ست شخصيات ضمن الإطار التنسيقي وهم كل من نور المالك بواقع ثمانية عشر منصبا وهو ما يعادل خمسة المعينين والسوداني ثلاثة عشر منصبا وأكل من هادي العامري وقيس الخزعلي الذين يقودان ميليشيات مسلحة عشرين منصبا أما عمار الحكيم وحيدر العبادي فقد تقاسما ثلاثة عشر منصبا الأكثر خطورة في الأمر كلها هي سلسلة الإقالات التي تجاوز عددها مائة وخمسين منصبا والتي استهدفت مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حيث تم وفقها تعيين أبو علي البصري المرتبط بالمالك رئيسا لجهاز الأمن الوطني فيما كلفت شخصية ضمن ميليشيا بدر والعصائب بإدارة جهاز الأمن نفسه تغييرات تمت وفق محاصصة حزبية وطائفية تقاسمتها الكتل السياسية بتوافق ورضا رغم تصريحات زعمائها بشأن وجوب اعتماد معايير مهنية وعلمية خلال اختيار المدراء العامين تصريحات واضح أنها منذ عشرين عاما ليست سوى تسويق دعائيا وانتخابي